رؤية المملكة 20-30 حدفها الأساسي هو تعزيز الهوية الوطنية لذلك هي لا تنفك عن الصورة الذهنية فبمجرد ما تقرأ أو تسمع باسم رؤية المملكة 20-30 أو رؤية السعودية 20-30 يتبادر إلى ذهنك مباشرة أو ترتسم في مخيلتك كل البرامج وكل مشاريع الرؤية والأنظمة التي تشكلت ويعمل عليها منذ إعلان وانطلاق الرؤية فأستطيع اختصارا وصف العلاقة بين تعزيز الصورة الذهنية للمملكة عن طريق رؤية 20-30 بأني أدعوك للتأمل والمشاهدين الكرام لكل ما يحدث في بلادي بصورة أستطيع أن أقول لا تتوقف لكل هذه البرامج وهذه المشاريع وهذه كل ما ينبثق عن الرؤية منذ انطلاقها خاصة حينما تكلم عن الصورة الذهنية ولا أريد حقيقة أن أتعمق في هذا الجانب أو أخذها بمنحة أو شرح فلسفي عميض لا أخذي وقتك ووقت معك الصورة الذهنية عادة لا تتشكل بين يومي وليلة الصورة الذهنية لأي أمر ما تحتاج لسنوان طويلة وعوامل عديدة لتتشكل هذه الصورة الذهنية لذلك عملية إعادة بناء هذه الصورة أو إعادة تصحيحها أو إعادة رسم مسارها أو تعديلها بأي شكل كان تتطلب جهد كبير جدا الصورة الذهنية تأخذ بطابعها أستطيع أن أقول الثبات ومقاومة التغيير لكن رؤية 2030 ساهمت في إعادة بناء الهوية الوطنية وبالتالي إعادة رسم هذه الصورة الذهنية لما تحدث عن الهوية الوطنية الهوية الوطنية بصورة أكثر انفتاحا على العالم وتجاوبا وإيجابية وانفتاحا على جميع الأديان هذه الصورة الذهنية ربما لو أخذناها من جانب تنظيري أو استطعنا أن نحن نريد أن نحقق أهداف معينة من خلال أساليب تقليدية أو أخرى تنظيرية تستلزم سنوان طويلة لكن الرؤية كونها مشروع عملي واقعي قائم ومستمر استطاعت إعادة بناء هذه الهوية إذن أنت تعتقدين أن الرؤية عززت من روح الهوية الوطنية بكل تأكيد